مشاهدين جاءنا هذا البيان التالي النهاردة ساعة 12 بالليل حيبسة 11 عادي جدا فيش اي مشاكل ليه بقى نهاردة كل سنة وانتوا طيبين اخر خميس في شهر اكتوبر المجيد ده معناه ان الساعة هتتغير النهاردة ليه عشان نبدأ التوقيت الشتوي كل سنة وحضراتكم طيبين الموضوع ده بقى بيحصل كل سنة مع دخول فصل الشتة عشان نستغل ضوء النهار بشكل اكبر واكيد فيه حيكون فيه وفر في الطاقة يا جماعة الساعة اكيد بتفرق يمكن كتير مننا يعني بيستغرب الموضوع الشوية بيشوفوا موضوع مش مهم لكن موضوع تغيير الساعة ده لتأثير اقتصادي لتأثير اجتماعي كبير كل تفاصيله مبنية على فكرة بسيطة جدا وهي ازاي الواحد يستفيد من كل ساعة في اليوم وبأفضل طريقة صحيح فعلا يا رجاي وقبل ما نتكلم عن أسباب تغيير الساعة في الصيف والشتة لازم نقول لكل الناس اللي بتشوفنا وباتبعنا خلوا بالكم اللي ناوي ينزل بكرة لازم ياخد باله من فرق التوقيت يعني لو انت متعود تنزل الساعة 7 صبح خلي بالك انك هتحس انك نازل بدري شوية عن المعتاد علشان التوقيت اتغير خد احتياطاتك وتأكد انك مضبط مواعيدك مع التوقيت الجديد وده يخليك متوافق مع فرق الساعة الشتوي اللي هيبدأ من بكرة ان شاء الله صحيح يا دينا الموضوع ده حاجة مهمة جدا خلوا بلكم من الأجهزة اللي بتعتمد على التوقيت وفرق التوقيت احنا طبعا عارفين ان فيه اجهزة زي الموبايلات الكمبيوترز اللابتوب والحاجات دي هي كده كده اصلا بتغير الساعة بشكل تلقائي بس احيانا احيانا بيبقى فيه احنا عايزين بس ايه يعني نتأكد ان فعلا ان الساعة تغيرت لو عندك بقى معايد مهمة معايد مرتبطة بشغل معين انترفيوهات اتأكد ان التوقيت بتاعك تزبط خلاص على التوقيت الجديد علشان ما تحصلش اي لخبطة الاهم انك تزبط المنبه بتاعك كويس الساعة بتاعتك كويس شان ما تعيش نفسك واصل فيه غير معايدك وبساعة كاملة صحيح وطبعا نازم نقول احنا ليه بنغير الساعة السبب الاساسي زي ما قلنا هو استغلال دوق النهار لفترة اطول ده علشان نخفف من استهلاك الكهرباء ونقلل الفواتير كمان بيسام في اننا بنزود الانتاجية في قطاعات زي السياحة والزراعة يعني الناس بيكون عندهم مقت اطول في النهار يتفسحوا ويستمتعوا باماكن اكتر وده بيساعد في زيادة العائلات السياحية وكمان الزراعة بطبيعة الحال بتعتمد بشكل كبير على الشغل في جو النهار يعني مش بس فكرة تغيير ساعة وخلاص لا ده بيكون له انعكاسات على حياتنا اليومية وعلى الاقتصاد بشكل عام ده حقيقة دينا كمان برضو الموضوع فيه تحديات فيه مشاكل بتقابلنا وهي اكيد مش كل الناس فكرة ان احنا نتقبل التغيير بشكل سهل يعني فيه ناس بتشوف الموضوع مزعج شوية خصوصا انه ممكن يسبب شوية اضطرباط فيه الناس اللي عندها مشاكل لما بنغير موعيد النوم بيفرق مع بعض الاشخاص برضو فيه من هما يتكيفوا ازاي مع التوقيت الجديد بس الوعي العام باهمية هذا الموضوع بساعد اكيد في ان احنا نقلل من هذه التأثيرات بالفعل وكمان فيه تجارب من بره كتير في تغيير الساعة زي امريكا ودول اوروبا ودي تجارب حقاية نجاح في تقليل استهلاك الطاقة وزيادة النشاط الاقتصادي ده مثال ممكن نستفيد منه هنا في مصر عشان نطور تجربة التوقيت الشتوي بالشكل يتناسب مع ثقافتنا وظروفنا مرة تانية بنصبح على حضراتكم وصباح الخير يا مصر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة